السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقارنة عددين حقيقيين إذن لمقارنة عددين حقيقيين نستعمل عدة تقنيات من بين هذه التقنيات حساب فرق العددين إذن القائدة تقول أواب بعددان حقيقيين إذا كان A ناقص B أصغر من أو تساوي 0 فإن A أصغر من أو تساوي B أي العدد الأول أصغر من العدد الثاني وإذا كان A ناقص B أكبر من أو تساوي شرف فإن A أكبر من أو تساوي B أي العدد الأول أكبر من العدد الثاني إذن لحساب فرق أي عددين يمكن أن نحسب فرقهما هذا الفرق هذا رأي إنغلقاهه موجب فهذا الحال غيركون العدد الأول أكبر من الثاني أو غيرقاهه سالب وفي الحالة غير كل عدد الأول أصغر من العدد الثاني إذا نشوفوا مثالين تطبيقيين قارن كل من العدد الثانيين إذا عدنا خمسة على أحداش وواحدة وشرين على ثلاثة كندير الفرق ذيالهم نبدأ بجل ما بغيت إذا عدنا خمسة على أحداش ناقص واحدة وشرين على ثلاثة إذا عدنا عددان كسريان أو جذريان وندير أن نوحد لمقامين ذيالهم المقامة للمقامة وغدة ثلاثة في حضاش أي 33 إذا نضربنا حضاش في ثلاثة وغدة ثلاثة خصديني نضربته خمسة في ثلاثة أي خمستاش وهنا ضربنا ثلاثة في خمسة أو ثلاثة إذا خصديني نضربته stalk 21 في حضاش أي فصحتنا 29三 إذا أعدنا ثلاثة وثلاثة في البسط نحسبه الفرق دي الخمستاش ناقص ميتين واحد وثلاثين كي اعطينا ناقص ميتين وستاش. اذا هذا العدد اللي لقيت اللي هو ناقص ميتين وستاش الى ثلاثة وثلاثين هو عدد ساليب اي اصغر من السفر. اذا بما ان الفرق اي خمسة لحداش ناقص واحد وشرين على ثلاثة اصغر من السفر فان العدد الاول اللي هو خمسة لحداش الصغر من العدد الثاني اللي هو واحد وشرين على ثلاثة. المثال الثاني عدنا فيه خمسة جدر ثلاثة زائد ربعة وعدنا فيه جدر ثلاثة ناقص واحد. اذا نقوم بحساب فرقيهما. اذا عدنا خمسة جدر ثلاثة زائد اربعة. ناقص جدر ثلاثة ناقص واحد. تساوي. اذا نزيل الاقواس. اذا الاقواس مسبوقة بعلامة ناقص اذا الحدود. اشارة الحدود. حدود الموجودة داخل الاقواس. تتغير. اذا كانت عدنا جدر ثلاثة ترجع ناقص جدر ثلاثة. وناقص واحدة ترجع زائد واحد. اذا خمسة جدر ثلاثة ناقص جدر ثلاثة كيعطينا اربعة جدر ثلاثة واحد زائد زائد ربعة كيعطينا خمسة. اذا لقينا مجموع عددان موجبا. اذا هو عدد موجب. اذا بما ان فرق العددين اللي هو خمسة جدر ثلاثة زائد ربعة ناقص جدر ثلاثة ناقص واحد. لقينا اكبر من السفر. فان العدد الاول اكبر من العدد الثاني. اي خمسة جدر ثلاثة زائد ربعة. اكبر من جدر ثلاثة ناقص واحد.